السلام عليكم الإخوان الأخوات فيديو جديد اليومي الأربعاء كما تشوفوا الجو غائم ودرجة الحرارة الآن خمسة درجات ثمانية ونصف دل الصباح نحن نحاول نلبي الرغبة للصديق الذي يقول لي بحالة الطقس من خلال الفيديو سوف نضع لكم على الإضراب IRCC سوف يبدأ اليوم سوف يدرد الى 12 مقال وليس طيراب ومن خلال الفيديو سوف يبدأ اليوم من البيئة الخدمات التي ستبقى مستمرة إذا تريد أن تقدم الطلاب إذا تريد أن تقدم الطلاب من الانترنت في الانترنت سيكون هذا السيرفيس السيرفيس الأخر الذي سيكون قدام هو إذا تريد أن تصفت الكورية في IRCC يعني الكورية موسيقى بعد الموضوع وفي الموضوع موسيقى موسيقى المسيقى تستعمله وادي هناك سيرفزين يتبقى رأي الإشارة هذا سيرفزين لأنه لا يوجد مجددا لكن المشكلة هي أن السيرفزين مضرورة وخصوصاً ستضرر منها للناس الذين يقدمون طلب الفيزا أو تصريح العمال أو بالنسبة للناس الذين لديهم الجنسية الكنادية ويقدموا طلب الفيزا هذا كلهم سيكونوا مضطرين أول سيرفز يكون مضرور هو التخيطة دراسة الملفات هذا موقف يعني الملفات الذين يقدمون أولا الذين يأتيهم لا يشاهدون معهم أحتيكم الإضراب من بين السيرفز هو الناس الذين يأخذون الجنسية المراسيم لتسليم شهادة الجنسية تيام حبوسة ومن بين السيرفز هو لتواصل مع ERCC في الكوريال أو في التليفون أو في الميديا سوسيو الميديا سوسيو هذو تكونوا موقفين يعني باش تتواصل مع ERCC لا في التليفون ولا في الكوريال ولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذو تكونوا موقفين ومن بين السيرفز التي تكونوا موقفين أو تاني عندك الخدمات القنصلية الخدمات القنصلية والخدمات التي تلبي الرغبات والطلبات تكونون الجنسي وكذلك المسيف 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 او لا يالله بغي يدفع بشي بدلو غادي بقيت سنر هاد شي لكين الله يدير شي تاويد يالخير ان شاء الله انا ما كان بغيش نقول لكم اخبار لنيغاتيف ولكن هذا ما عندنا من نهرب هذا انا قنحفزكم ولكن بنسبة لهاد القضية هذه منا من نهرب علاش لنا هذا اضراب توقف الخدمات توقف الخدمات ما شاء الله راني اذكرت لكم الخدمات لباقة جارية والخدمات لمقفاء اللي غدا توقف خلال هذا الاضراب والاضراب غادي بدا اليوم رسميا غادي بدا مع 12 جنهار يالله يدير شي تاويد يالخير ان شاء الله والله يصل الامر يالله السلام عليكم